مرحبا بكم من جديد في فقرة قراءات مقال لا لنهار اليوم للكاتب أنس بن فيصل الحج بجريدة الأندبندنت عربي الذي يتطرق فيه للأحداث التي عرفتها أسواق الطاقة والدروس والعبر المستخلصة في 2022 فالكاتب يرى أن إنتاج روسيا وصادراتها النفطية لم ينهار رغم العقوبات ووصلت الأسعار في أوروبا وعادت دول أوروبية والولايات المتحدة للفحم والنفط وتوليد الكهرباء وترجعت عن سياسات المناخ وتحولت الولايات المتحدة إلى أكبر مصدر للغاز إلى أوروبا بدلا من روسيا يقول الكاتب أن أحداث 2022 أوضحت للعالم أن السياسة تغير المناخ هي سلع كمالية عندما لا تستطيع الحكومات تحمل تكاليفها تتجاهلها وعندما تتعارض السياسات الخارجية والاقتصادية للدول الغربية مع سياستها البيئية سيتم تجاهل السياسات البيئية وعندما تتعارض هذه السياسات مع حقوق الإنسان والحرية والديمقراطية فليس لأي من هذه الأمور وزن بحسبه الكاتب قال إن العداء للوقود الأحفوري الفحم والنفط والغاز كان مجرد كلام في فترة رخاء وإن الوقود الأحفوري كان المنقذ عندما توقفت المفاعلة النووية عن توليد الكهرباء وبخصوص سحب أمريكا كمية كبيرة من النفط والتعاهد بالاستمرار بالسحب حتى تنخفض أسعار النفط لها تأثير إيجابية بالنسبة إلى الأمريكيين وهذا ما يختلف عما كانت عليه أثار السحب الفترات السابقة فقيام إدارة بايدن بسحب 180 مليون برميل من المخزون الاستراتيجي منع أسعار النفط من الارتفاع بعد العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا ثم أسهم في تخفيضها ومن ثم هوت أسعار البنزين التي كانت مصدر قلق لحكومة بايدن قبل الانتخابات النصفية فرض سياسة التقشف 2022 بحسب الكاتب أدى إلى تخفيض الطلب على الطاقة بما في ذلك النفط وهذا ما حصل في أوروبا حيث أسهمت سياسة التقشف في تخفيض الطلب على النفط بشكل كبير عام 2022 وكانت هي المنطقة الوحيدة في العالم التي انخفض فيها الطلب على النفط في الأخير وفي الختام يقول الكاتب أن الأوروبيين دفعوا ثمنا غاليا بسبب مواقفهم المتعلقة بالتغير المناخي والحرب في أوكرانيا ويتمثل ذلك في ارتفاع كبير في أسعار الطاقة وانخفاض النمو الاقتصادي كما خسر حياة الرفاه وقد يكون القادم أسوأ للأوروبيين إن لم يستخلصوا العبر من 2022 إذن مشاهدين كان هذا مقالنا لنهار اليوم الذي يتطرق فيه كاتبه لأسواق الطاقة في 2022 على جميع الجبهات ولمصادر الطاقة كافة كما كان عام تدخل التاريخي للحكومات العالمية للسيطرة على أسواق الطاقة بطريقة أو بأخرى وبهذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى طي أوراقي قراءات شكرا لكم